الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله صاحبه وسلم. اهلا بكم. حلات مرة بتطلائنا نقوم عن حل مشكلة هذا الايفون مقيد بمالك. طبعا كدير جدا من انا بيتقفل الجاز بتاعه على الشاشة ليه بيتقول له ان هذا الايفون مقيد بمالك ومش عالف يخش الالجاز مرة تانية. والنرة بيدينا بكل سولة نشوف مع بعض حل مشكلة هذا الايفون مقيد بالمالك. زي انك تفتح الايفون وتخش عليه مرة تانية. فطعلا ما بعد راحي في المكتب ونشوف حل مشكلة هزي الايفون مقايد بالمالك. يلا بينا. وده وقت هتشوف اترى رقم واحد لحل مشكلة مقايد بالمالك. اول حاجة طبعا لما بتجي تفتح الجهاز بتاعك. تبدأ انك انت هتضيف اللغة وهتبدأ تضيف الدولة بالشكل ده. تختار الدولة. وهتنتج سعونا بسيطة. بعد كده هتضغط هنا على الاعدادات يدويا. هتبدأ انك انت تختار شبكة الواي فاي بتاعتك بالشكل ده. تمام. وهتبدأ انك انت تضيف شبكة الواي فاي لازم تعمل بها اتصال. بعد ما بتعمل اتصال بالشبكة بالشكل ده. كل عليك زي ما انت شايفت ده الشكل العادي للاتصال. لكن انت لو ضغطت هنا عندك على زرار ضغطة بالشكل ده. هتلاقي عندك حاجة اسمها اعدادات الواي فاي تضغط عليها ضغطة. هتلاقي زهر لك علامة استفهام جنب الشبكة تضغط عليها ضغطة. هتبدأ تنزل تحت هنا عندك تكوين دي ان اس تضغط عليه. تضغط اللي هو الارقام اللي هتظهر عندك على الشاشة الوقتي هو عبارة عن مية واربعة دوت مية واربعة وخمسين دوت واحد وخمسين دوت سبعة. بعد ما بتضيفي الدي النيس ده بتضغط هنا على حفظ. وهتبدأ ان كده ترجع رجوع تاني. تضغط هنا بعد كده على التالي. تمتزي سانة بسيطة. بعد كده زي ما تشافه يبدأ يكمل معك تضغط هنا على متابعة. الاعدادات لاحقا. عدم الاستخدام. هنا بالنسبة لانشاء الاعدادات لاحقا. ضغط بالشكل ده. عدم الاستخدام. هتضغط هنا على موافق. تضغط هنا على متابعة. ليس الان. اقاف الخدمات. موافق. زي ما انت عايز. قال له هنا الاعدادات لاحقا. عدم المشاركة. متابعة. متابعة. خلص زي ما انت شايف الجهاز بدا يفتح معنا مرحبا بك في الايفون. تضغط هنا على كلمة البدء. لو راحنا دلوقتي على الاعدادات زي ما انت شايف هتلاقي ان خلاص ما بقاش ما يكون عندك ومشكلة مقايد بالمالك تحلت عندك بكل سولة. تقدر تستخدم الجهاز بكل سولة وتعمل جديد بدل اللي انت نسيته. لكن خلي بالك ان الطريقة دي ممكن ما تنجحش معك بنسبة مية في المية. ممكن تنجح على بعض الاجهزة وبعض الاجهزة لأ. لكن لو ما انك حيتش معك ما فيش مشكلة خالص تعال نخش على الطريقة رقم اتنين من خلال اداة ودي حل نهائي مية في المية ليحل مشكلة مقايد بالمالك. وده الوقت هنشوف الطريقة رقم اتنين لحل مشكلة هذا الايفون مقايد بالمالك عن طريق اداة جميلة جدا هي اداة كل لك عشان تحمل اداة تلنفك لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بعد ما تخشها الرابط هتضغط بس على كلمة تحملها مجانا عشان تبدأ تحمل الاداة حجمها صغير جدا حوالي تمنتاشر ميجا. هتبدأ تخزنها في اي مكان عندك على الكمبيوتر ولا يكون على الديسكي توب. وبعد كده هتضغط هنا معنا الاداة على طول. زي ما انت شايف الاداة بتتثبت بشكل سريع جدا. هتنتظر لحد ما تخلص الاداة. وتعمل لك شرط كط على سطح المكتب. تمام كده خلاص البرنامج السطب معنا. وزي ما انت شايف دي وجهة البرنامج اول ما بيفتح معك. في مجموعة ادوات جميلة جدا. زي فتح افل الشاشة لعجزة الايفون والايبات. تجاوز امي دي ام. فتح افل بطائر اس اي ام. يقاف تشغيل العصور على الايفون. وكمان ازالة مدة لاستخدام للجهاز. وفاكة تشفير نسخ الاحتياطية. وعندك هنا فحص جهاز الاي او اس. والبحث عن الاي دي. واستعريك كلمات مرور نسخ الاي تونز الاحتياطية. وعندك هنا كمان مدير العصور على مدير كلمات المرور. وتجاوز افل تنشيط الاي كلاود اللي هنشرحها النهاردة. وبعد كده عندك هنا كمان فتح افل الاي دي اللي هنشرحها في الجزء التاني من الحلقة بتاعت النهاردة. والبداية نشوف مع بعض زي من خلال البرنامج انك انت بتعمل تخطي لمقايد بالمالك عندك على جهاز الايفون. هتضغط هنا على كلمة تجاوز افل تنشيط الاي كلاود ضغطة بالشكل ده. بعد كده هتضغط هنا على كلمة ابدأ الان. تبدأ توصل جهاز الاي بات او حتى جهاز الايفون بتاعك بوصل عشان يقرر على البرنامج. تمام بدأنا نوصل جهاز التوصيل زي ما انت شايف. هيبدأ في الصفحة دي زي ما انت بتاعك. بيقول لك تجاوز شاشة الايفل تنشيط الاي كلاود على جهازك بسرعة. جيب لك كل المعلومات عن جهازك. الموديل بتاعه واصدار الاي او اس وكل حاجة. اما حاجة عايزين نقرفها هنا كلمة جل بريك. كلمة جل بريك لازم ان يكون جنبيها كلمة نعم. ما ينفعش جنبيها كلمة لا. لان الجهاز عشان تقدر تعمله تخطي للاي كلاود لازم ان يكون معمول له جل بريك. هنبدأ نشوف مع بعض زي دلوقتي ان كده تعمل الجهاز بتاعك بطريقة سلة جدا والطريقة بسيطة. ونرجع نكمل الخطوة بسيطة جدا على البرنامج ونتخطى بها الاي كلاود اللي موجودة عندنا على الجهاز قيد بالمائلك. كل اللي عليك عشان تعمل الجهاز بتاعك هقول لك على افضل طريقة. اول حاجة هتحمل الاداة دي وارضو اعطي لناك فوق لك الربي بتاعها في سندولوس. بعد كده هتبدأ تشغلها ده بالكليك عليها. مجرد ما تفتح الاداة معك بالشكل ده هتبدأ دلوقتي تقرأ الجهاز بتاعك وتحدد لك اصدار الخاص به. كل اللي هيك هتضغطين بس هنا على كلمات نيكس ضغطة بالشكل ده. وهيبدأ يدخل لك جهازك في وضعية عشان يبدأ بعد كده يكمل خطوة عمل الجل بريك. هننتظر لحد ما الجهاز بتاعنا يخش في وضعية سواني بسيطة وتلاقي الجهاز دلوقتي دخل معك. تمام خلاص دلوقتي الجهاز زي ما احنا شايفين دلوقتي دخل معنا في وضعية خطوة اللي بعد كده عشان تبدأ تعمل هي خطوة بسيطة جدا. اول حاجة زي ما انت شايف بيقول لك قدامك تلات خطوات بسيطة جدا وتبدأ تعمل الجهاز بتاعك بطريقة سهلة. اول حاجة تضغط على تضغط هنا على بعد كده هتحدد الازرار اللي هم حديدها لك دي. بيقول لك ازرار طبعا كل جهاز بيختلف عن التاني على حسب ما جايب لك. انا بيقول لي ازرار الهوم هضغط على زرار الهوم مع زرار خفض الصوت. اللي تلمع بعض ديهم لمدة مسلا زي ما انت شايف سبع ثواني ولا حاجة بعد كده الجهاز هيبدأ يعمل على طول. فانا كل عليها دلوقتي هت squares بسرعة ولازم بعد ما تضغط على تكون سريع جدا انك انت بعد كده هتضغط على الا زرار المحدد هي لك. فمجرر ما هتضغط على بعد كده هتحدد الازرار المحدد هي لك. انا مسلا محدد الهوم مع زرار خفض الصوت وبعد كده لمدة سبع ثواني الوقت هيعمل للجهاز بتاعك. تمام تمام خلاص دلوقتي بيكمل عملية ترمى الخط ازي ما انت شايف ده او المرحلة دي ماشية معك بكل سهولة يبقى كده الجهاز بيعمل جل بريك. لو بصنا على الجهاز دلوقتي هتلاقي الجهاز دلوقتي برق يعمل جل بريك. خلاص الجهاز ازي ما انت شايف. كل جل بريك نازل عندنا للوقتي على الجهاز بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. طبعا هي البرنامج خلص لكن تنتظر برضو سواء الحد ما الجهاز يخلص معك خالص. تمام كده خلص مرحلة الجل بريك والجهاز بقى مبروك عليك معمول له الجل بريك بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة من على خلال سطح المكن. خلاص هضغطينا على واخرج من الاداة دي خلاص مش محتاجها تاني. وابدأ ارجع الاداة على طول. بعد ما بدأ ارجع للبرنامج تاني انا ضغطينا على تجاوز افلط نشيط العيك لوض مرة تانية. بعد كده اضغطينا على ابدأ الان. وانتظر دخلنا على الصفحة اللي بعد كده زي ما انت شايف دلوقتي جنب كلمة بقت موجودة نعم. وتقدر دلوقتي تضغط بس على كلمة افتح الان ويبدأ يفتح معك الجهاز مرة تانية ويحل لك مشكلة مقيد بالمالك. هضغط هنا على كلمة افتح الان. زي ما انت شايف جاري فتح الاي كلاود يرجى الانتظار بتسيبه لحد ما يخلص خالص ما تدخلش في اي حاجة. انت كده عملت كل حاجة هتنتظل لحد ما الجهاز بس يفتح معك مرة تانية. تنتظر لحد ما المحادي تخلص بتحصل بشكل سريع جدا. تمام كده زي ما تشايف جاري فتح الاي كلاود يرجى الانتظار. خلاص ارى بيخلص اهو. تمام كده خلاص تم تجاوز افل تنشية الاي كلاود. تم فتح الجهاز بنجاح. كده خلاص كده انت حلت المشكلة. وزي ما انت شايف الجهاز بده يفتح معك مرة تانية. وحلنا المشكلة. برنامج جميل جدا وغاية في الروعة في حل المشكلة بيحلها بنجزرها. تقدر من خلاله ان كده تحل مشكلة مقيد بالملك بكل سهول. دلوقتي نشوف مع بعض الجزء التاني هو فتح افل من عندنا من على جهاز الايفون لو الجهاز بتاعك مقفول على افل. وبالنسبة للطلاقات تالتة كل ما عليك هتطلط بس على كلمة فتح افل. ضغطة بالشكل ده. بعد كده هتطلطنا على كلمة ابدأ الان. وتبدأ توصل جهازك بوصل عشان يقرأ عندك على الكمبيوتر. طبعا لازم ان تعمل وصوك في الجهاز عشان خاطر تبدأ انك انت تكمل خطوات. بعد ما تصل الجهازك بتلاقي صحيحة زي ما انا شاي بيبدأ ايجاب لك الصفحة دي اللي فيها نوع الجهاز بتاعك واصدار الاي او اس. كل عليك هتضغط بس على كلمة افتح الآن ضغطة بالشكل ده. وهيبدأ يقول لك تأكد من حاجتين. اول حاجة انك انت تكون منفعل المسركة زيادة العملية تكون تعمل عندك وبعد كده انك انت تكون عامل تشغيل لافل الشاشة يعني يكون مسلا عندك باسورد لافل الشاشة عشان بعد كده هتحتاجه في تخطي فاحنا عاملين هنا عندنا المسركة زيادة العملية عندنا عجاز تعمل وعملنا كده كده افل الشاشة هضغطينا على كلمة متابعة. بعد كده هضغطينا على كلمة تم التأكيد. وفي المرحلة ده تبدأ تحمل احدث اصدار من اصدارات المتاح للجهاز بتاعك على حسب الموديل بتاعها وكل عليك تضغط على كلمة تنزيل وهيبدأ دلوقتي ان هو يتحمل معك على طول. او لو انت عندك مسلا قبل كده كنت محمل اصدار 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 عندك حسب الجهاز بتاعك هتضغطينا على كلمة اختيار وتبدأ انك انت تروح على المكان اللي موجود فيه. انا عندي موجود بالشكل ده هبدأ ان انا اختاره. هيبدأ يتحقق من الملفات السابتة اللي هو اصدار الايو اس لان المهم جدا ان يتحقق منه عشان ميجيب لكش اصدار ايو اس غلق مسلا يكون مسلا قديم ولا حاجة او يكون مش متاح للجهاز بتاعك. فسواء انت عملت تنزيل او حتى انك انت جيبته ما عندك على جهاز الكمبيوتر وكان موجود عندك. نسبا يعمل تحقق من الملفات عشان يتأكد ان هي الخاصة بالجهاز بتاعك. تمام وزي ما قلتك انت سواء انت عملت تنزيل للملف او حتى جيبته ما عندك على جهاز الكمبيوتر. طبع ما اجاب لك هنا تم التنزيل. كل اللي عليك دلوقتي طلعتنا على كلمة افتح الان عشان يبدأ يعمل لك تخطي للقبل اي دي. زي ما انت شايف جيت حقق من ملفات البرنامج السابقة وفك داختها يرجى الانتظار. بتسيبه لحد ما يخلص المرحلة دي. هيعد على اكتر من المرحلة بتسيبه لحد ما يخلص خالص والجهاز يبدأ يفتح معك مرة تانية. زي ما انت شايف هي عملية بتحصل بشكل سريع جدا مش هتيدخل في اي حاجة وتسيبه لحد ما يخلص خالص. تمام كده خلاص زي ما انت شايفت لو بصلنا على البرنامج جاري عادية تشجيل الجهاز. لو بصلت على الجهاز بتاعك هيبدأ يعمل اعادية تشجيل دلوقتي وهتتحلى عندك المشكلة. هتنتظر بس لحد ما البرنامج يخلص والجهاز يبدأ يفتح معك وهتلاقي دلوقتي الجهاز بتاعك فتح وتحلت مشكلة مقيد بالمالك اللي موجودة عندك على جهاز الايفون بتاعك. تمام كده خلاص البرنامج خلص المهمة بتاعته وتمت ازالة افر الابل بنجاح لو بصلنا على الجهاز بتاعنا برجع الجهاز بتاعنا يفتح دلوقتي كل للك هتبدأ تدخل الاعدادات بتاعتك زي مسلا انك انت اتدخل اللغة والدولة وتضيف شبكة الخاصة بك. بعد كده زي لو انت شايف هيبدأ يكامل معك المراحل دي زي ما انت شايف في مرحلة انك انت تضيف البط يدا كل ه 88 انك انت تختار انك انت تعمل تسجيل دخول بصوارد الشاشة. واتبدأ تضيف الشاشة بالشكل ده. وخلاص كده الجهاز فتح معنا لو بصنا على الجهاز دلوقتي وروحنا على الاعدادات زي ما انت شايف الجهاز فتح معكم مفيش اي مشكلة خالص وبما اشي موجود عندك حتى اي كلاوات على الجهاز تقدر تعمل اي كلاوات جديد بدل اللي انت نسيته. وإذا ما شايفنا كده بكل سهولة قدرنا نحل مشكلة هزر ايفون مقايد بالمالك وفتحنا الجهاز مرة تانية يا رب بكل حلقة عجبكم وكل استفدتم منها. يا ريت من شك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.